يعد متحف اللوفر أبوظبي مشروعاً استثنائياً من حيث كونه أول متحف عالمي يدشن في العالم العربي فهو أحد التجليات المحورية لرؤية أبوظبي للتطور الثقافي والحضاري وركزة أساسية ضمن مخططها الاستراتيجي لتحويل الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة يضم المتحف 23 قاعة عرض دائمة ومساحة للمعارض المؤقتة ومتحف للأطفال ومركز أبحاث وقاعة ومقهى ومطعم ومتجر تعرض الأعمال الفنية من جميع أنحاء العالم جنباً إلى جنب على أساس ما يجمع بينها من أوجه الجمال وتقنيات الإنتاج تنظم المعروضات وفق مواضيع مشتركة تشمل الخصوبة والسلطة والدين وبلاط الأمراء ونشوء الحضارات تولى المعمري جونوفيل تنفيذ تصميم مبنى المتحف ليمزج بين إلهام الابتكارات المعاصرة والعمارة التقليدية بتوابعها المختلفة من أشجار النخيل والمشربية والمدن العتيقة يبلغ مجموع المساحة المبنية 97 ألف متر مربع تتوجه قبة شاهقة قطرها 180 متراً وتشكل هذه القبة هيكلاً هندسياً فريداً مكوناً من أشكال نجمية مكررة في ثماني طبقات مختلفة تسمح بنسيا بشعع النور إلى الممشى على الواجهة البحرية سيضم المتحف عند الافتتاح قرابة 300 تحفة فنية من المجموعة الدائمة بالإضافة إلى 300 تحفة أخرى معارة من 13 مؤسسة فنية فرنسية قريقة تحف تعكس حضارات إنسانية وثقافات متنوعة ومن بينها على سبيل المثال تمثال ما يسمى بأبو الهول اليوناني والمصنوع من الحجر الجري والذي يعود إلى الحضارة اليونانية القديمة في القرن السادس قبل الميلاد الحضارة الفراعونية موجودة وبقوة من خلال المجموعة الجنائزية للأميرة حانوت تاوي والتي تعود إلى القرن العاشر قبل الميلاد في عصر السلالة الثانية والعشرين ومن مقاطعة ججرات في الهند نشاهد أبريق من عرق اللؤلؤ المسمى أورازيو سكوبا وهو أبريق يعلوه غطاء من النحاس المذهب ومتعب بأحجار كريمة من التركواز والعاقيق لم يخفل القائمون على متحف اللوفر أبو ظبي الحضارة الإفريقية حيث نشاهد تمثال رأس أوبا البرونزي والذي يعود لحضارة إمبراطورية بنين في نيجيريا أما الحضارة الصينية فيضم متحف اللوفر أبو ظبي رأس بوذا والذي يعود للقرن الخامس ميلادي كما يمكن أيضا للزائر الاطلاع على بعض سمات الحضارة العثمانية من خلال خوذة تربة والتي كان يرتديها أمراء بني عثمان في القرن الخامس عشر للميلاد وهناك كذلك تمثال أميرة بخترية والتي تمثل حضارة أسيا الوسطى ويعود تاريخه إلى الألفيتين الثانية والثالثة قبل الميلاد ومثلما اشتهر لوفر باريس فأن لوفر أبو ظبي يضم مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية الكبيرة لكبار ومشاهير الرسم مثل لوحة مريم والطفل للفنان الإيطالي جوفاني باليني في القرن الخامس عشر إضافة إلى لوحة الغجري للرسام الفرنسي إدوار ماني والتي تعود للقرن التاسع عشر والتي لا تقدر بثمن وكذلك لوحة الطفلان المتصارعان للرسام الفرنسي بول جوغان والكثير من اللوحات الأخرى لأسماء معروفة مثل ليوناردو دافينشي وسوزان ورودان وغيرهم يهدفه متحف اللوفر أبو ظبي لأن يبني جسور التواصل مع الثقافات الإنسانية المتنوعة وأن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من القادة الثقافيين والمفكرين والمبدعين كما أنه سيكون رمزا للتسامح والتنوع وتقبل الآخر ويهدف للتقريب بين كافة الثقافات وتجسيد قيم دولة الإمارات العربية المتحدة